اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بمملكة البحرين ان استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية السادسة والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها في مارس الفين وثلاثة وعشرين دليل واضح على الثقة الدولية التي باتت تحظى بها المملكة وتعكس المكانة الطيبة والسمعة الحسنة التي رسختها لدى المجتمع الدولي نعم لفتت معاليها الى ان اختضان البحرين لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي لم يكن يأتي لولا العمل الوطني المشترك والتعاون المتنامي الدائم الذي تبديه الحكومة المقرة برئاسة سمول العهد رئيس مجلس الوزراء مع السلطة التشريعية من جانبي أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن ثقة الاتحاد البرلماني الدولي في مملكة البحرين ومفقة المجلس الحاكم للاتحاد على استضافة المملكة لاجتماعات الجمعية العامة السادسة والاربعين بعد المئة للاتحاد يعتبر تأكيدا على ما تحققه البحرين من تقدم ونمو مشهود في العمل البرلماني والتشرعي معربا عن الفخر والاعتزاز بتوقيع اتفاقية استضافة اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي جاء ذلك خلال لقاء رئيسة مجلس النواب وبحضور رئيس مجلس الشورى سعادة سيد مارتن شونغينغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي وعددا من كبار المسؤولين في الأمانة العامة للاتحاد حيث تم التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين بخصوص تنظيم وعقد الجمعية العامة السادسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلاة في مارس 2023 في مملكة البحرين بتوقيعنا الاتفاقية بين السلطة التشريعية في مملكة البحرين والاتحاد البرلماني الدولي تم مأسسة القرار بأن البحرين تحتضن هذا الحدث الكبير والمهم وهو حقيقة أكبر تجمع برلماني دولي بيكون إن شاء الله في شهر ثلاثة من العام المقبل وهذا التجمع يعني يحتضن ما لا يقل عن 150 ل 170 إذا كان الجميع حاضر كرؤساء برلمانات الدول ويكون فرصة لأن يتعرفوا على البحرين في حياتها اليومية بكل تفاصيلها هذا كل مكان رح يتأتى لو لا إن البحرين ولله الحمد عندما تقدمنا بهذا الطلب والاتحاد البرلماني الدولي درس إمكانيات البحرين فوجد وأكد على أنها كل البنى التحتية والمؤسسية والإمكانيات متوفرة لاحتضان مثل هذا الحدث المهم مجلس النواب يمنح مملكة البحرين الفرصة في أن تستمر على الساحة العالمية من خلال البرلمان كما أنها ستكون عاصمة للمجتمع البرلماني باحتضانها هذا المؤتمر العالمي الكبير الأهم في ذلك سوف تتم مناقشة أمور تشكل إضافة ذات أهمية عالمية شكرا